مرحبا كيفكم الدرس الوحدة الثالثة استعد لدراسة الوحدة نعم اهلا وسهلا فيكم اعزائنا طلاب الصف السادس بلشنا بالوحدة رقم 3 وبالعمليات على الكسور العشرية هذا يعني زي استعداد لدراسة هذه الوحدة خلينا شوف حلولها احنا بدنا نضرب هون ضرب عادي يعني منضرب عادي هون مافيش فاصل عشرية بمسكهم بضربهم بعض عادي بعطيك الجواب خمسمية بعطيني الجواب خمسمية خمسمية وستة وثلاثون هون الف واربعة وستون ثلاثمية وواحد وخمسون ثمان آلاف وخمسمية وسبعون طيب ممتاز هلا هون في شرح لعمليات الدرب كيف بتصير بحالة الفواصل رح هلا نشرحها بشوية تفصيل واذا بدكم كمان فيكم تشوفوا في فيديو خاص في الكتاب الطالب شرح كامل للعملية هادي هلا بالنسبة لقسمة عدد كلي على عدد عشرين من منزل او منزلتين برضو هذا هون مسابئين بس احنا بنعطيكم الحلول عشان تتأكدوا منها هدول الرقمية نقسموهم على بعض بعض تجواب اربعتاش هون اربع وشرين وهون تسعتاش تسعتاش ممتاز طيب ننتقل الى صفحة تلات وعشرين نفتح مع بعض يا سادس من كتاب التمارين عمليات على الكثور العشرية برضو الاستعداد للدراسة هذه الوحدة بقولنا حطوا الرقم المناسب هون في المربع احنا نذكر هذا اخدناه زمانك كيف انه تحولي من لتر الى ملي لتر صح؟ احنا الاولى ثلاثة مليون واربع اربع وثلاثين الف هون هيك منعد اول ثلاث ارقام منحط فاصل هيك عشان نقرأها اربع وثلاثين اربع وثلاثين الف هون نحاول من ملي لتر لليتر راح نقسم على الف هلا احنا هذا الحكي راح نحكيه بشكل مفصل اكثر في الدروس السابق اللاحقة هون من كيلو لغرام احنا دائما من اكبر الى اصغر نحاول بدنا نضرب ضرب الف نتذكر؟ نعم هون هون خمسة ملي لتر تمانية الى سانتيد نضرب ضرب عشرة هون اها تمانية وستين اها تمانية وستين واربعين اربعين ونضرب ضرب عشرة طيب هون بالنسبة للشرح ساعة نروح الدرس الاول طيب حلول اول درس معنا لليوم خلينا نشوف اول اشي هذا المثال نشرح لكم اياه بشكل بسيط شوي عشان تنذكروا درسنا اللي هي تلاتة فاصلة تمنتاش بدنا نضربها بشو بدنا نضربها ضرب تمانية شو بطلع معنا الضواب زي ما قلنا هدول الرقمين بدنا نعتبر انه مفيش عندي فاصلة صح يا سادس؟ يعني غلط نشن نكتب هيك ونشتغل هيك شو رح نعمل؟ لازم نجيم فاصلة احسن طيال اذا رح تصير تلاتمية وطمنتعش بدنا اضربها ضرب تمانية عادي ضرب عادي زكا هم عددين عاديات تمانية في تمانية كم اربعة؟ اربعة وستين وستين نعم نكتب اربعة وستين ستة باليد ستة عند الواحد عند الواحد اه اوكي يلا تمانية في واحد تمانية في واحد تمانية لا تمانية في واحد تمانية زيد عليها ستة بالياد ما هي؟ لا خمس عادي لازم تلاتمية وطمنتعش ضرب تمانية تمانية في تمانية سادس اربعة اربعة وستين يلا تمانية زائد ستة اربع اربعة عاشة اربعة بالياد واحد تمانية في تلات 24 25 25 إذن جواب هيك خلاص لا هلأ شو بدنا نعمل يا سادس بدنا نعد التواسل شايفين هون 3.18 عندي منزلتين فبدنا نمشي من اليمين منزلتين 1 2 هون بتكون فاصلة فبكون جواب هيك 25.44 نعم إذن هيك الجواب رح يكون طيب ننتقل لرقم اثنين رقم اثنين إجابتها رح تكون 25 24.4 هون 25.44 و هون او اخر 0.25 لا 2000 2544 ممتاز طيب هون طالبين منا استعمل الأعداد في المستطيل لإكمال جمال الضرب الآتية يعني هلأ بنا نرعد نجرب نحن يا سادس في عنا هون زي تقريبا حطينا هن الحلول بدنا نجرب هل إذا ضربت 56 ضرب 6 بال 10 رح يعطيني الجواب هل أده منجرب الأولى ما رح ما رح تزبط معنا ولا التانية رح تزبط التالتة إذا 56 ضرب أربعة رح يعطينا جواب هلأده تمام إذا بدنا نتأكد خلينا نجرب نضربهم مع بعض عشان نتأكد إذا هون 56 وهون أربعة زي ما قلنا بدنا نعتبرهم بالأول بدون أبداً أي فواصل أربعة في ستة أربعة أربعة أشرين أربعة في خمسة عشرين واحد عشرين 22 22 22 أحسنتيم نرجع لهون نشوف كم فاصلة عندنا هون عندنا تنتين قبل الفاصلة قد نمشي من اليمين تنتين هاي واحد هاي اتنين نحط الفاصلة هون 22 من مئة هايها إذا جوابنا صحيح هاي أول واحدة أخدناه بنشطبها التانية شو رح نستخدم نستعمل أربعة فاصلة ستة أش أربعة ستة ستة بالعشرة ستة بالعشرة إذا هون هاد الرقم نضربه بستة بالعشرة بعطينا أربعة فاصلة 48 بالمئة هنا سبعة معاناها ضلت عندي السبعة بالعشرة منحطها بالفراغ طيب السؤال اللي بعدي نقرأ السؤال اللي بعدي أصل بين كل جملة لا هون هون أجد ناتج ما يأتي أجد كل ما يأتي يلا أربعة من عشرة ضرب أربعة فاصلة واحد ويساوي واحد فاصلة أربعة وستة من مئة خمسة فاصلة ثلاثة ضرب سفر فاصلة ثلاثة من مئة ويساوي سفر فاصلة مئة واتسعة وخمسون من مئة من ألف مئة 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 وثمانون فاصلة سبعة ويساوي سفر فاصلة ستة وسبعون من مئة ويساوي مئة وستون فاصلة ثمانية واثنان وخمسون من ألف ممتاز الآن نصل بين كل جملة وناتج ضربها في كل مئة برضو هون بدنا نجرب يا سادس يعني خلينا نأخذ هالي بالنص هلا أنت بدك تضربي لياها يا رهف مئتين واربعة وتسعين قد بدأ أضربها ضرب ستة اللي بالنص نجربها عشان نشوف شو الجواب تمام يلا نجرب الآن نضرب هاي العدد بدنا نضرب وما ننسى نحط الفواصل ستة في أربعة أربعة وعشرون نعم ستة ضرب تسعة أربعة وخمسين ستة وخمسين ستة ضرب اثنين سماش تدتاش أربعة وعشر وستاش تدتاش سبعتاش لسا ما كم لنا نحط الفواصل يلا عندك هي بالأصل اثنين بوينت أربعة وتسعين شو دا تصير يعني بس منزلة واحدة عندك يصير الجواب منزلة منزلة واحدة ولا منزلتين اه منزلتين هيها منزلتين فبالتالي رح نمشي من اليمين من هون هاي منزلة وهاي منزلتين نحط الفواصلة هون فإذا رح تصير سبعتاش فاصلة أربعة وستين بالمئة إذا هاي هيك جوابها تمام طيب الأولى رح يكون جوابها هادي فبنا نوصل هادي مع هادي يا سادس وهون مع هاي وهاي وهاي السؤال رقم 12 استعمل أرقام 643 لإكمال عملية الضرب الظاهرة جانبا نحط هنا الأرقام هون مثلا نحط 4 و 3 و 6 هون 4 و 3 و 6 هون 4 و 3 أصلاح هاي طبعا تجريب بس هون المساعدنا بقولنا وين تحط 3 وين 4 وين 6 فنحنا من نجرب يعني مثلا لو حطينا هون خلينا نجرب إذا حطينا هون 3 3 6 18 8 ما رح تزبط 3 إذا حطينا 4 4 6 24 ما رح يزبط فإذا تلقائيا نحط 6 هيك خلصنا من 6 بضل 3 وال4 برضو عملية تجريب سهل كتير يا سادس بس بدنا نجرب ونكون مركزيا بنسف ل 13 املأ الفراغ بما هو مناسب في الجدول المجاور عادي عملية نضربهم آخر من عد الفواصل شو بطلع معنا هون جواب 6 29 200 هنا 4 2 و 23 52 50 طيب هلأ هاي ما ننسى إذا هاي ضرب هاي بعطينا هون الجواب هاي الثانية بدأ ضربها ضرب الواحد وثمانية بعطيني هذا الجواب هلأ على أي أساس كيف عرفت إنها 4 وثنية بالعشرة شو ممكن نساوي طريقة نقسم هاي ايوه هذا الجواب هو جوابها هاي اقسميها على هاي رح يعطيكي هذا الجواب طبعا نفس الإشي بدنا نشيل كل الفواصل نقسمهم عادي زكي أنهم عددين عادي ومنحط الفواصل رح يطلع معنا الناتج 4.2 بالعشرة طيب الثانية هون عادي هاي رح ضربها مع هاي مدام اشترت 14 كوافر اشترت هبا 3.6 متر من القماش 8 متر الواحد من 2.24 كم دينار دفعت هبا 8 للقماش اه كم دينار بدك تضربي هاي ضرب هاي ادي بعتكي جواب 8.64 60 من الف نعم ايجت ايمان بتقولك يا رهف انه 6 اضربها ضرب 5 من 1000 رح يعطيكي هيك جواب حكيها صح ولا لا دا خلينا نتأكد من عد المنازل يا سادس لانه 6 في 35 منحط 30 عادي عدوا المنازل يلا 1 2 3 منمشي من اليمين 1 1 طبعا 6 في 35 30 منمشي من اليمين كما نزله 3 منازل هون حسب هذا 1 هون رح تكون الفاصلة اذا هيك الجواب الصحيح وليس كما هو مكتوب يا ايمان بدنا نغد نزبوط المنازل اذا هيك هنا يا صف سادس ما ديتنا لليوم اول درس نراكم ان شاء الله في درس جديد عن قسمة الكسور العشرية ربنا يوفقكم ولا تنسوا بقية الدروس رح تكون على البلاي لست الخاصة الاول فيها علو فيها عربي وفيها انجليزي وفيها رياضيات شكرا وهك من اكم خاص من درس الاول الوحدة الثالثة اشتركوا بالقناة وتضغطوا اللايك باي